تحياتي لكل اللي بيتابعوا وبيشاهدوا برنامج السادسة في بداية رحلة جديدة حلم جديد النهاردة مش بكلم بس الأهلوية بكلم كل المصريين اللي ليهم في الكورة واللي مالهمش من النهاردة بنبدأ نعيش مع حضراتكم رحلة التامنة حلم كل المصريين في بطولة أمم إفريقيا اللي هتبدأ أو اللي بفصلنا عن بدايتها حوالي أسبوع في كورديفار أو في أبيتجان تحديداً الحقيقة يمكن مصريين وإن غاب عنهم التتويج يظل دايماً منتخب مصر فيها استدارة وأفتكر في كل لحظة وفي كل مناسبة حقق فيها منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا قد إيه كانت الفرحة طاغية وقد إيه القصة كانت أكبر بكتير من مجرد ممارسة رياضة قرى قدم أو مجرد حتى تحقي بطولة وتظل كل بطولة لو دخلت كده لو أنت بجيلي الجديد يعني دخلت على أي محرك بحث أو دخلت على ويكيبيديا أي حاجة ممكن تكون بتسق فيه فيها كمصدر معلومات يعني وكتبت كرة القدم في إفريقيا هتجد مصر دائما هي اللي بتتصدر وتتسايد المشهد سواء كنت بتكلم على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية إحنا أصحاب أكبر عدد من الألقاب والبطولات في رياضة كرة القدم على مستوى قارة إفريقيا وبالتالي حتى في اللحظات اللي بنكون فيها مش في أفضل أحوالنا دائما مرشحين حتى لو كنا مش بنقدم أفضل مستويات دائما الآخر أو المنافس دائما بيعمل لك حساب ومن وجهة نظري قبل ما استرجع معكم التاريخ يعني وجهة نظري بيشوف أنه رغم أن الظروف كانت معاكسة ورغم أنه الحظ عندنا في مناسبتين كنا قريبين فيهم جدا من التتويج مرة قدام الكاميرون ومرة قدام السنغال لكن من ساعة بطولة 2010 آخر لقب حقيقته مصر في بطولة أفريقيا لغاية النهر ده لغاية اللحظة دي قبل انتلاق البطولة بأسبوع ما شفتش أجواء مهيئة أو مناسبة ما شفتش مستوى طموح ورغبة زي السنة دي إحساسي بأنه اللقب بإذن الله قريب جدا من مصر وأنه فرقتنا إن شاء الله اللي بتستعد لأنها تدخل في أجواء البطولة مؤهلة جدا للمنافسة وإن شاء الله بإذن الله يكون من حظنا الفوز وتتويج بالبطولة رقم 8 في بطولات أمم أفريقيا لمصر إن شاء الله في كود فاروين ليه لا ما إحنا عملناها كثير قبل كده بالمناسبة يعني أنا معيشتش طبعا 57 وتسعة وخمسين لكن عرفتهم وتقريت عنهم وتحكيلي عنهم كمان كتير لكن من أول 86 البطولة اللي قيمت هنا على أرضنا في مصر واللي كانت بدايتها حتى صعبة للمنتخب من أول بطولة 86 لغاية بطولة 2010 كل بطولة ليها طعم وليها مدق خاص جدا بالنسباني 86 كانت بعد فترة غياب كبيرة جدا لمصر عن التتويج لك عن تتخلي من تسعة وخمسين لستة وتمانين 86 ألف تسعمائة ستة وتمانين مصر لم تتوج بالبطولة عشان كده الفرحة كانت كبيرة جدا وخصوصا البطولة دي كانت تتلعب هنا في مصر قاهرة واسكندرية وكان فيها لحظات الحقيقة كتير ما زالت في زاكرة تين على الأقل أو زاكرة الجيل اللي حضر البطولة دي عايشة لغاية النهاردة النهائي مصر والكاميرون تقلق كبير جدا لثبت البطل ميلاد نجوم كتير في البطولة دي هدف طهرة بوزيت في بادو الزاكي في سامي فاينل في المغرب فبطولة مش ممكن أبدا تنساها أو تقع من الزاكرة عودة الفرحة والتتويج مرة تانية لمصر ومن بعدها يعني بدأت مرحلة السيطرة والهيمنة لمصر على مستوى الأندية والمنتخبات على أفريقيا غبنا شوية أو اتأخرنا شوية لغاية لما وصلنا لـ 98 ودي بالنسبة لي كانت البطولة المفاجأة اللي مكانش حد متوقع في مصر إن المنتخب مصر راح يحقق اللقب أجواء سلبية حتى كابتن جوهري الجنرال جوهري يا الله يرحمه نفسه كان بيقول إحنا مش راحين ننافس نراحين ندور على المركز التلاتاشر أو الاربعتاشر كان ميكس غريب في الوقت ده بنجيل فاز بـ دورة الأوليبية بتاعت أفريقيا جيل عبدالسطار مع حزم إمام مع سامي أمصان وعلي ماهر وغيرهم من نجوم مع الجيل اللي أكبر شوية اللي عنده خبرات كبيرة زي حسام حسن والبطولة دي بالمناسبة حسام حسن كابتن حسام حسن طبعاً واحد من أفضل هدفين اللي جون في تاريخ مصر كان واجه انتقادات كبيرة جداً قبل مع اختيار كابتن جوهري ليه عشان يلعب في البطولة دي ورغم كده تقلق حسان في واحدة من أهم الألقاب أعتقد بالنسبة له على المستوى الشخصي اللي حقف على مدار التاريخ ومشواره وكان هدف للبطولة دي أعتقد مع مكارثي في جنوب أفريقيا برصيد سبع أهداف وقابلنا عتاولة القارة يعني البطولة دي كل مشوار منتخب مصر في البطولة كان مع فرق كبيرة جداً واستطاع المنتخب في النهاية أنه يتغلب على جنوب أفريقيا كان وحش وكان حامل لقب البطولة قبلها فبالتالي كان البطولة المفاجئة البطولة التي لم يتوقحها المصريين نيجي لبطولة 2006 أنا عليش دخلت في التاريخ بس هي الزكريات بتستدعي بعضها نيجي لبطولة 2006 والبطولة دي كانت بتلعب هنا على الأرض مصر والبطولة دي بالنسبة لي ما كانتش كورة حضرت كثير من الماتشاط وحضرت الفاينل في الساد القاهرة مصر كوديفوار بعتها والكوديفوار بقى قول زي ما انت عايز أهمهم طبعاً دي 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 رجبة ويعي توريه وغيرهم من النجوم كانوا مكسرين الدنيا في أوروبا في الوقت ده لكن البطولة دي بالذات ما كانش كورة بس كانت كورة وكانت جمهور الجمهور المصري في البطولة دي رغم ان احنا مثلا استضافنا 86 لكن التابلول اللي قدمه الشعب المصري في البطولة دي اللي ظهر وتنقل لكل شاشات العالم شكل المدرجات اللي انا بحلم لغاية النهاردة انه يرجع مرة تانية انه الكورة تبقى للعيلة والأسرة المصرية انه السيدات والأنسات انه الأطفال والكبار وانه الشباب يحضروا ويقدموا تابلوه تبقى رحلة تبقى حالة فرحة تبقى حالة بهجة بتهالي دي كتوحدة من أهم معالم 2006 بالإضافة لأنه جيل ده كان يستحق انه حقق البطولة طيب ابطال 2006 راحوا يلعبوا فين بعد كده راحوا يلعبوا في غانا راحوا يلعبوا في غانا وطبعا لسه محققين البطولة واحنا متعودين انه بناخد بطولة بنقعد عليها عشر سنين تقريبا يعني تقريبا 86 عدنا 12 سنة لغاية لما وصلنا لبطولة 98 طبعا دي لقطات من بطولة 86 كابتن شوقي غريب كابتن خطيب كابتن مجدي عبدالغاني كابتن سابت البطل الهجوم كبار جدا جدا يعني كابتن أشرف قاسم كان لسه في بداياته كل التحية والتأدير ليه رغم حملة الهجوم الغير مبررة الحقيقية عليه اللي مش قادرة فهمها الحقيقة وانا هتكلم شوية على السوشال ميديا قبل بطولة أمم ما تبدأ اتمنى الاسبوع ده نعدل كتير من الأوضاع المغلوطة بطولة 2008 كنا رايحين احنا لسه كسبانين بطولة بسكت على ملعبنا وجمهورنا وقصة والحكاية والرواية فكان برضو الناس مش بتعويضة مصر تاخد بطولتين وراء بعد والمرادي فين في غانا برضو قوة عظمة ثم كان النهائي الحلم طبعا تقلق لجيل 2006 كاتبت بركات وتريكا وحمد حسن وشوقي وحسني ووائل جمعة وعصام الحضري وزيدان وعمر زاكي وكانت المفاجأة انه مصر في غانا في عقر دارها بتاخد البطولة على حساب مين على حساب الكاميرون واحدة برضو من المنتخبات المحترمة جدا والمرشحة دايما لتحقي اللقب خدنا بطولتين وراء بعد وفرحنا جدا 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 رحنا 2010 فانجولا قلنا الجيل ده بيخلص وكتر خيره وعمل جاب لنا بطولتين وراء بعد ومن احلامش بأكتر من كده ففجئنا بطبلو بقيادة طبعا المعلم حسن شحاتة كل التقدير والاحترام واحد من اصحاب البصمات المهمة جدا في تاريخ الكرة المصرية ومش هخجلنا انا اقول ده على قناة النادي الاهلي لانه الحقيقة نادي الزمالك قدم لنا قمم قمم لها كل التقدير والاحترام ده 2008 نهاية 2008 مصر والكاميرون زيدان وبوتريكا الكاميرون اللي احنا كنا شاينها اربعة اعتقد دي مباراة الاربعة دي مباراة اربعة واحد في الاول زيدان طبعا بهدف عالمي كانت مباراة برضو صعبة جدا تقامل الكاميرون باهم من جوم الكاميرون في الوقت ده بيلعبه في اوروبا وبقيادة مين سامويل ايتو طبعا ورغم كده المنتخب قدم عرضة اكتر من رائع واتسحنا الكاميرون بنتيجة اربعة واحد وقابلناها تاني في النهائي وكسبنا منها البطولة ورحنا 2010 انجولا تقريبا معندناش طموح كبير في البطول يعني اه الولاد حققوا بطولتين وارا بعد لكن ثلاث مرات ما حصلتش ثلاث مرات صعبة قوي سيناريو مفيش حد متفاقل ممكن يكون متوقعه لكن الراهان خطوة بخطوة لما وصلنا لموجد غانا في نهاي البطولة والبطولة دي كانت تتلعب في انجولا فكونك تحقق ثلاث ألقاب وارا بعد كان حلم جميل جدا عاشوا المصريين حلم جميل عاشوا المصريين اتمنى ان شاء الله بإذن الله ان احنا على واشاك بدء النسخة اللي تمنا يبقى المصريين ان شاء الله بيستعدوا لحلم جديد بس الحلم ده مش يعني انك تحلم مش بس كفاية وارا الحلم ده حاجات كتير جدا جدا للناس اللي مسافرة كوديفوار والناس اللي هتتبع من هنا المشوار الاخير لاخر بطولة اللي وصلنا فيها للنهاية قدام السنغال شفت نفس الحالة او قربنا بشكل كدير جدا من نفس الحالة حتى مع المصريين اللي هم قرروا في نص المشوار او بعد نص المشوار رغم انه البداية مكادش موفقة قوي لكن بعد نص المشوار بتاني شوف المصريين مهتمين جدا بالمنتخب وحرصين جدا على دعم منتخب مصر وناس كتير جدا سفرت يعني السنغال عشان تشجع المنتخب المصري وصلنا بالفعل النهائي بعد ما حسيت ان البطولة دي البطولة اللي فاتت دي هي عودة الروح للمنتخب مصر عودة الروح لمنتخب مصر اللي عينها كتير جدا هنتكلم عن مشوار البطولة وهنتكلم على مبارات تنزانيا الودي بكرة وهكلمكم على موعيد مطشط مصر في البطولة وعندي كلام كتير جدا جدا مش للأهلوية ولا للزمالكوية ولا اسمالوية ولا المصروية ولا التحدوية عندي كلام كتير جدا للمصريين للي ليهم واللي ملهمش في الكورة منتخبنا اللي رايح يرفع عالم مصر ويمثل مئة وعشرة مليون مصري في بطولة هي الأهم على مستقى قارة أفريقيا لكن اسمحونا بعد الفاصل يلا يتمنى يعني احنا كمان يكون عندنا أو عند الجومنا اللي بيشاركوا في البطولة أعلى نسبة وأعلى مستوى من الفعالية ان شاء الله بإذن الله ويمكن الحقيقة النهاردة صحينا على إنجاز جديد وعلى رسالة مهمة جدا من سات الرئيس الإنجاز هو مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبياء الحقيقة في العصام الإدارية الجديدة الحقيقة النهاردة شفت مشهد لا يقل جمالا ولا إبهارا عن أكثر دولة عالم تقدمها مدينة متكاملة الحقيقة على أعلى مستوى شفناها ويمكن كتير مننا تابعها النهاردة والرئيس كان في جولة مع الوزير أشرف صبح ووزير الشباب والرياضة في المدينة وكان فيه يمكن خلال تفقد الرئيس للمدينة لقاء مع لعيبة منتخب مصر الجهازهم الفني لحضراتكم شايفين والاستاد يمكن بس عشان جاي من جوة أو اللقطة جاي من جوة أنا شفت طبعا اللقطات للملعب ده من الخارج تبتكلم مش عن سانتياجو بن نبيه ولا عن ويمبلي ولا عن الالينز أرينا تبتكلم على واحد من أعظم استادات اللي موجودة على مستوى العالم استاد من الجيل الخامس عندنا استادات عظيمة طبعا محدش ينكر بين التحتية الرياضية في مصر التوارض بشكل كبير جدا لكن لا هو استاد القاهرة ولا هو استاد اسكندرية ولا هو استاد الإسماعيلية ولا هو استاد بورسعيد ولا هو استاد بورج العرب ده اسمه استاد مصر استاد مصر اللي بيتسع لـ 92 ألف متفرج واحدة من أو يعني من الجماهير ده شكل مدينة الأولمبية اللي أقيمت على مساحة تقريبا من 386 ألف متر مربع فيها صلاة مغطاء صلاة مغطاء كبيرة اعتقد بتضم 15 ألف ملعب زي ما حاكموا شايفين ومن بره كده 92 ألف متفرج اعتقد هو أعلى ساعة للجماهير على مستوى قرات أفريقيا وفيها بقى صلاة رياضية بدوم 15 ألف ملتي بيربس يعني بيتم استخدامها في كل الرياضات فيها صلاة تانية 8 تلاف فنادق مناطق تجارية حاجة متكاملة كده على أعلى مستوى طاليق بإسم مصر والمصريين وده طبعا جزء من لقاء سيادة الرئيس ده فيما يتعلق بالإنجاز هو مدينة مصر الأولمبية لكن النهاردة كلام الرئيس الحقيقة مع لعبة المنتخب والرسائل اللي بعتها مش بس اللي لعبتنا اللي رايح تمثل منتخب مصر في البطولة لكن لكل شباب مصر إنه الدولة حريصة جدا على إنها توفر إتاحة الفرص وكان بيقول لعبة مصر ربنا ما يسكم عن كتير من الناس بالموهبة بس الموهبة وحدها لا تكفي من حيث الإتاحة الدولة الحقيقة ورئيس ممكن شدد على النقطة دي الملعب أو الأستاذ حاجكم شايفينه ده ابتدوا فيه شغل من ست سنين الأستاذ العلامي ده المبهر ده المصريين بنوء في ست سنين في ست سنين كنا بنحارف فيها على كل الجباهات فهي قدرة المصريين على الإنجاز هو التحدي الحقيقي وأنا شخصيا الحقيقة من خلال تجارب كتير جدا ومقابلتي لمصريين ناجحين في مختلف المجالات بحكم عامل يعني قابلت مصريين شقوا طريقهم في ظروف شقة جدا وصعبة جدا ونجحوا مش بس على مستوى بلدنا هنا لكن على مستوى العالم كله وكانهم محل تقدير وإشادة من العالم كله المصري لما بيتوفر له الظروف المناسبة والأدوات المناسبة ويتحط في النظام المناسب عنده قدرة غير طبيعية على قهر الصعب على أنه يكون من أفضل الكوادر في كل المجالات واشوف واسأل نفسك ايه المجال اللي مفيش اسم مصري تفوق فيه؟ علوم، أداب، فن، ثقافة، رياضة في كل مجال من دول هتلاقي أسماء أساطير احنا كده من زمان كده أجدادنا كده حضرتنا كده فالرئيس النهاردة كان بيتكلم على فكرة إتاحة الفرصة وقال أن الدولة مهتمة جدا جدا بأنها تتيح الفرصة للشباب في كل المجالات منها يمكن اللي ركز عليه سيادة الرئيس النهاردة كان جزء الخاص بالرياضة تطوير البنية التحتية مش بس في العاصمة الإدارية الجديدة ده في كل محافظات مصر كلم على تطوير أكتر من 4500 مركز شبابة على أحدث مستوى كلم أنه إزاي الناس تتعب على وهو بيكلم على لعيبة مصر وبالذات يمكن نتكلم مع المحترفين أنه أنهم قدروا يكتبوا قصص نجاح خارج الحدود أنهم قد إيه مثل أعلى وقدوة أنهم قد إيه رفعوا سقف الطموحات قدام الشباب المصري أنه ده كمان بيحملهم مسؤولية سيبك من قصة البطولة طبيعي جدا طبعا رئيس يعني اتمنى اللعيبة والجهاز الفاني أنهم يحققوا لمصر بطولة 8 وبطولة 9 وبطولة 10 لكن رسالة الرئيس ما كانتش مرتبطة بطولة أفريقيا ولا بالمهمة اللي طالع فيها شبابنا ولعبتنا ونجومنا في كود ديفور لكن كانت رسالة شباب مصر كله أنه كل واحد قادر بس التحقيق الإنجاز أو أنك أنت تعمل قصة نجاح ده مش بس مرتبط بإمكانياتك وقدراتك ده مرتبط كمان بقدرتك على أنك أنت تواصل المشوار مصريين الحقيقة في خلال 10 سنين اللي فاتوا أو 13 سنين اللي فاتوا عايشين قصة كفاح حتى يومنا هذا ضحوا بحاجات كتيرة جدا عشان يشوفوا بلدهم وعشان يشوفوا ولادهم في يوم الأيام أحسن إحنا ظروفنا كانت صعبة جدا ومصر بلد أبدا ما كانتش صغيرة مصر بلد كبيرة تاريخها بيقول إنها طول عمرها بلد كبيرة وبلد مؤسرة يمكن يكون مرنا بفترات تراجعنا فيها يمكن يكون مرنا بفترات تعانينا فيها على كافة المستويات وأنا أعتقد إنه يمكن تكون معاناتنا النهاردة على المستوى الاقتصادي لكن ده واحدة من الحاجات اللي بتقول إن المصرين يقدروا وبإذن الله بإذن الله كل ثقة إنها تكون مرحلة وبإذن الله كلنا هنتخطاها لو كل واحد في مكانه مش بس لعبتنا ومش بس نجومنا في منتخب مصر لو كل واحد في مكانه قدر يقدم أفضل ما عنده أعتقد ده يكون بيساعد بشكل كبير من الأشكال وده مرتبط الحقيقة كمان بنقطة في منطقة الأممية أنا الحقيقة مش قادر أستعبها يعني وإحنا رايحين إحنا بيفصدنا على البطولة أسبوع النهاردة أولاً لازم كلها نفهم إنه منتخب مصر حاجة واتحاد الكرة حاجة اتحاد الكرة مش هو المنتخب والمنتخب مش هو الاتحاد ممكن تكون غضبان من الاتحاد أو من أشخاص جواهات اتحاد الكرة عمر مصر أو منتخب مصر ما كان اتحاد الضشوري حرب ولا اتحاد سمير زاهر ولا مجاهد ولا بوريدة ولا الجنيني ولا جمال علام ما ينفعش تسقط أخطاء بعض الأشخاص كانت مقصودة أو كانت غير مقصودة على المنتخب بلدك ما ينفعش تحط قبل اسمه منتخب مصر اسم النادي اللي انت بتنتمي ليه وقت ما يحضر تيشرت منتخب مصر أو اسمه منتخب مصر كلنا وراه مهما كانت الظروف مهما كانت الملابسات ومهما كانت المقدمات ودي رسالة اتمنى اتمنى انه الاعلام يتبنيها ما ينفعش اشوف بوستات بتعدد مواقف للمسؤولين عن مسؤولين مختلفين وقدارات مختلفة او متعاقبة عن ادارة الكرة في مصر حملت الناس فاتورة عايزين منتخب مصر هو اللي يتفح مش هينفع نحط دماغنا في التراب او ندفن دماغنا في التراب منتخب مصر بيمثل كل المصريين وكل اللي بيحصل في اي منظومة رياضية في مصر هدفه في النهاية انه مصر او بسخة كانت كرة قدم تنس ايا كانت الرياضة ايه في النهاية هدفنا انه منتخبنا او اللي بيمثل او اللي بيرفع اسم عالم مصر سواء كانت رياضة فردية او رياضة جماعية ان احنا نشوف عالم مصر فوق لما بنروح الاليمبياد واحنا بنشوف ابطال محدش كان يعرف اسمهم قبل البطولة وبنشوف اسم مصر وهو او ميداليا بياخدها بطل مصري او فريق مصري كنا بنشجع الرياضة وبنتباحها كنا نعرف اسم البطل او اسم الفريق او لأ هي فرحة لكل المصريين انك تشوف اسم بلدك فوق حالة السوشال ميديا وحالة الفتنة والتعصب الاسف الشديد برضو ممكن ناس هفترض حسنية واقول انها بدون وعي او بدون ادراك لحجم المسئولية او لامانة الكلمة سهمت فيها وسائل اعلام للاسف الشديد جدا زرعة الفتنة والتعصب احنا تخطينا مرحلة الفتنة والتعصب ضد الاندية بينها وبين بعض لكمان منتخب مصر لا يجوز ابدا ولا يليق اتمنى انه يعني الفترة اللي جاية خلاص فيتوري اختار سيبك بقى اختار مين ومختارش مين الناس اللي رايحة دي اين كانت هي بتلعب فين كلهم بيمثلونا كلهم ولادنا كلهم افضل من انجبتهم مصر في الوقت الحالي وظروفهم سمحت بانه هم يمثلوا منتخب مصر في بطولة امم افريقيا فنتمنى لهم كل الخير وكل الدعم تختلف مع فيتوريا تختلف مع اسم او اتنين او تلاتة او حتى مع مجلس ادارة اتحاد كورت القدم ده شيء ما يعنيش ابدا انك انت تعقب منتخب مصر في كل لحظة ان الحقيقة الامور بالنسبة لي غريبة جدا عمري ما شفت عمري ما شفت هذا الكم او هذا الحجم من الصراع فيما يتعلق بالمنتخب بشوفه ممكن يكون بيحصل وممكن نسبيا يعني في حدود معانية يبقى مقبول لما يحصل بين جماهير الاندية بينها وبن بعض لكن دايما كان منتخب مصر بعيد عن ده ما ينفعش ان النجوم دول يبقوا بيطلوبوا من جماهير الكرة في مصر انها تدعمهم او انها تسندهم او انها تشجعهم ما ينفعش النجوم دول يروح يلعبوا في ملاعب واستادات على ارض مصر ويلاقوا المدرجات فاضية بالنسبة لي مش مقبول ومش منطقي وعذروني لو قلت انا ديكتاتور في الحتة دي وابدا عمري ما هتخلى عن رأيي المنتخب ده بامتداد لاجيال حققت لقب البطولة سبع مرات على مستقرة افريقيا منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في تحقيق اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الوصول للمباراة النهائية ولأول مرة تاني بقول من سنين فاتت من بعد 2010 ما شفتش ظروف مهيئة زي النسخة دي صحيح نسخة صعبة النهاردة لما تيجي تشوف شكل المجموعات وشكل المنافسة وشكل المنتخبات القوية اللي رايحة مكشر عن أنيابها ما عندهاش حل غيرناها تجيب لقب البطولة وترجع هتتأكد ان البطولة صعبة لكن ده ما يقللش ابدا من إيماني ولا ثقتي ان النسخة دي مع فيتوريا قادر ان شاء الله بإذن الله تفرح مصر المصريين ومش مطلوب منكم اكتر من طائدكم يعني مش هنحملكم اكتر من طائدكم المطلوب منكم انكم تقدموا أفضل ما عندكم أفضل ما عندكم شوفناه الحقيقة في النسخة الأخيرة في السنغيل أفضل بطولة يعني احنا كنا وصلنا مع هكتر كوبر قبل كده لانهائي بطولة أفريقيا واتغلبنا قدام الكاميرا رغم انه أداءنا في البطولة دي كان سيئ يعني وطريقة لعبة هكتر كوبر يمكن هو بيقولك والله هي دي إمكانياتكم مفيش طريقة لعبة نسبكم أفضل من كده مقدرش حقق بيكم نتائج أفضل من الطريقة دي لكن النسخة اللي فاتت لا النسخة اللي فاتت مع كيروش رغم اننا كنت واحد من الناس اللي انتقدت كيروش وبالذات بدايته في البطولة كانت بداية ولا أسوأ لكن بعد كده من الأول أدوار الإقصائية انا حسيت انه وكأن الروح عادت مرة تانية للمنتخب المصري شفنا أداء شفنا قتال شفنا روح شفنا حماس شفنا إخلاص شفنا تركيز ولا أروع وعملنا مطشط كويسة جدا التوفيق وعدم التوفيق بقى في المباراة النهائية البنالتيز دي قصة تانية لكن عمل اللي عليهم ما حدش يقدر ينكر ده عمل اللي عليهم مزيادة وبانت الحقيقة روح وشخصية منتخب مصر في البطولة الأخيرة اللي أتمنى اللي أتمنى الحقيقة انه السنة دي تبقى فيه أعلى مستوياتها وبشوف انه التركيبة التشكيلة اللي اختارها فيتوريا طبعا للأسف تم استبعاد كوكا وأسامة جلال من القائمة اللي هتشارك في البطولة للإصابة وتم استبدالهم بياسر إبراهيم لربنا سبحان الله عدلت السماء أنا كنت آخر حلقة في السادسة يعني كان علامة الاستفام الكبيرة بالنسبة لي زي ياسر برى المنتخب لكن ياسر تم ضمه للمنتخب ومعاه مهند لاشين بدل كوكا وبدل أسامة جلال فنتمنى لهم التوفيق رجالة دي إن شاء الله بإذن الله كلها كلهم نجوم كلهم نجوم لا نسسني منهم أحد الأهلوية الزمالكوية البراماتزوية يعني كل خلاص انتهت قصة الألوان دول ولاد مصر منتخب مصر راح يمثلنا في البطولة نتمنى لهم كل التوفيق هنستعرض معكم خليني أقول لكم كي بكرة عندنا مباراود دي إن شاء الله تتلعب على الساد القاهرة الساعة السادسة مساء في مواجهة تنزانيا التسعداد أو البروفا الأخيرة قبل إن شاء الله بإذن الله منتخب هيلعب سبعة اللي هو بكرة مع تنزانيا تسعة تسافر البعثة لكود ديفور البطولة تبدأ 13 مطشينا بإذن الله مباراة الافتتاح هتبقى أمام موزمبيق مجموعة مصر بتضم إلى جانب مصر غانا موزمبيق والرأس الأخدر أو الكاب فاردي ومباراتنا الافتتاحية هتكون يوم الحد 14 يناير إن شاء الله في أنا أعتقد طبعا وجوده رئيس النهاردة دفع معنواية كبيرة جدا جدا لنجوم منتخب مصر وإن شاء الله بإذن الله يفرحوا المصريين هنلعب يوم 14 مع موزمبيق يوم 18 مع غانا ويوم 22 مع الرأس الأخدر وهنلقي نظر النهاردة حلقة النهاردة إحنا مع بعض كل يوم يعني السادسة من النهاردة لغاية إن شاء الله لما تبدأ البطولة لحظة بلحظة مع الحلم هنلقي نظرة سريعة على المنتخبات المشاركة المنتخبات المرشحة بقوة المنتخبات اللي يمكن بتغير جلدها جيل بعد جيل السناغال حامل اللقب الجزائر المغرب رابع العالم كودي فور البلد المصدفة انت رايح تقابل وحوش بالتالي هي مشوار مش صعب على الإطلاق لكن بيتهيألي يعني الدروس اللي ده النادي الأهلي في المرحلة الأخيرة موجهته الفرق من مختلف القرات فوزوا على اتحاد جد وفوزوا على أوراواردز الياباني الدرسالة كبيرة جدا إنه تقدر مهما كان حجم التحدي ومهما كان الصعوبات المصري دايما قادر يحقق كل شيء نروح لفاصل ونرجع ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة أجواء كده نتفقل بها إن شاء الله بإذن الله قبل انتلاق بطولة الأمم الأفريقية ويا رب يعني دينا العمر ونكون يوم 11 بإذن الله بنحتفل بجد بقى بلقب غاب عننا هو بنتكلم في ايه 14 سنة تقريبا على آخر لقب توجي منتخب المصر هنتكلم عن رحلة مصر وهنتكلم على المشاهد اللي حالاتكم شفتوها وتابعتوها اللي بتأكيد هيكون لها تأثير كبيرة على كل مستويات سيبك من اللقب وصيبك من البطولة دي قصة جهاز فاني وقصة لعيبة وقصة جمهور إن شاء الله في ظهر منتخب مصر لغاية ماينجح نتمنى إن شاء الله في مشوار لكن في رسائل مهمة كتيرة جدا النهاردة خلوني بس أرحب بداية طبعا بالمحاضر الابتحادين الأفريقي والدولي الكابتن الكبير فتحي وصيرت ضفنا النهاردة في أسادسة وأول لقاء لقيا بيه في السنة الجديدة فأقول له كل سنة أنت طيب كابتن فتحي ويا رب سنة سعيد عليك بالخير والصحة والسعادة أنت وكل الناس اللي بتحبوه كل سنة أنت طيب يا محميد وألف سلامة طبعا الله يخليه كل سنة طيب هي الجو ده تغير الجو دايما بصعب شوية لكن فعلا زي أنت بتقول يعني زارة الرئيس للفرقة وفي الأستاد وفرصة أنه هو يشوف الملاعب الرياضية في المجمع الرياضي اللي هو موجود في العاصمة الإدارية حاجة يعني مفخرة الحقيقة للأستاد ده والناس كثير كابت بتقول ليه ما لعبتوش المباررة الويدية دي فيه لا هو عايز افتتاح خاص وعايز تنظيم خاص يليق بهذا الصرح الكبير اللي هو موجود أكبر أستاد في مصر يعني بالمستاد 3 دوار وحاجة تفرح يعني أعتقد أكبر أستاد في قارة أفريقيا كلها آه يعني ما فيش في الاستادات ما فيش الكلام ده لكن يمكن كمان النظام بتاعه مش أنه كبير أن أي واحد حتى الدور الثالث بتشوف الملعب لكنه هو قريب منك بالزبط وضع الكراسي وضع زاوية الرؤية شوف الإضاءة ناس النهاردة شافت الخطوط العريضة لكن تفاصيله لا أنك تعمل أستاد النهاردة بمقاييس الجيل الخامس ده فيها تفاصيل كتير جدا واللي تحت الأرض غير الفوق الأرض غير الفوق الأرض في حاجات تانية وفي قاعات تانية وفي مدرجات تانية وفي كورتسلة وفي كورتايرة في هندبول في سباحة فكرة منظومة التي تتكلم على أستاد 92 ألف متفرج لازم تكون فيه منظومة دخول وخروج على أعلى مختاوة خدمات منها الدخول والخروج والخدمات الداخلية والخارجية والطرق وكل الحاجات دي فإنك تجيب 92 ألف هتدخلهم في ساعة ونص ساعتين وينفضوا في الحكاية دي طبعاً أعملها مهاز سهلة طبعاً لكن منظر العامة يا كابتن فتحي الحقيقة يعني أعتقد إضافة كبيرة جداً للبنية التحتارية ضياف مصر بتقول أنه فيه تمام نمرة واحد من الدولة بالرياضة ونمرة اثنين بتقول ودي ممكن بنسبالي أنا كمان الرسالة الأهم قدرة المصريين على الإنجاز فكرة أنه رئيس بيكلم النهاردة أنه الملعب ده والاستاد ده من ست سنين كانت أرض فاضية ست سنين قدر المصريين كانت صحرة ست سنين مصر عملت واحدة من أهم المدن الأولمبية على مستوى العالم معذبارها ده هو ده النساء المصري المصري قادر على التحدي قادر على الإنجاز قادر على أنه يقدم صورة سواء اللعب في الملعب فهو بقول لهم يعني إذا عمنا لكم الحاجات الكبيرة دي مفروض يعني يبقى لكم مرضود أنتم في الكلام ده كله فإن شاء الله يسفروا وإن شاء الله يرجعوننا بالكاز بإذن الله طيب خليني كده أبدأ معك بالتاريخ يعني منتخب مصر وصحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أمم أفريقيا وصحب عدد برضو رقم القياسي في عدد الأصول للمطشاط أو المباراة النهائية الأولى خليني أسألك على مقولة أنه منتخب مصر ما بيظهرش غير في البطولات المجمعة رأيك فيها إيه هل دي قاعدة حقيقية هل شايف أنه نجاحات المصريين بس بتبقى في البطولات المجمعة ولا أنت مختلف مع وجهة النظر لا لا ما يختلفش هي الحقيقة دي كده ودي من زمان يعني إحنا تشرفت أنا كنت مساعد مدارب أو مدارب عام منتخب مصر أربعة وسبعين اللي اتعمل هنا في استاد القاهرة ومنتخب مصر أربعة وثمانين في ساحل العج ولها قصص كتير يعني وبعدين فده أربعة وسبعين وأربعة وثمانين ثم ستة وثمانين اللي كسبنا فدي يعني مع البطولات يعني التاريخ كتدريب مع البطولات فعلا الفريق لما بيجمع وبيعوضوا مع بعض وبتألفوا مع بعض الروح بتتولد وبتخلق وبيبدأ تحس بفريق منتخب مصر فريق شكل تاني خالص الجانب الاجتماعي والجانب السوشيال والجانب الحياة اللي معهم هي دي اللي بتخلق الروح للفرقة وبتربطهم وتصروا مع بعض عشان يقدروا يقدموا متشات ويوصلوا للنهائيات من بعد آخر تتويق في 2010 قبل ما اتكلم عن البطولات الخامسة اللي هي من ستة مية إلى فن وعشر بعد آخر من بعد 2006 مصر 2008 غانا 2010 أنجولي مظبوط من بعد البطولة دي حسيت أنه منتخب مصر أو شخصية منتخب فأي نسخة بقى من نسخة حتى اللي وصلنا فيها النهائي مع هكتور كوبر قدام الكاميرون واللي وصلنا فيها النهائي مع كارلوس كيروش قدام قدام طبعا دي لقطات من ستة وتمينيين اللي حضراتكم شايفينها دي هل كان يعني كنت شايفين أنه في نسخة ظهرت فيها شخصية منتخب مصر حقيقية أو اللي انت كنت منتظرها لا بعد كده من بعد 2010 الغاية بعد 2010 حصل بيغير جلد الفرقة الفرقة بتتغير ومش عارفين نثبت لا على لعبة ولا على مدرب وبالتالي ما بتثبتش على مدرب فالمدرب مش هتثبت على لعبة فأصبح فيه تغييرات كتير فيه اللاعبين اللي بيلعبوا في الملعب وفيه تغيير فيه المدربين فأصبحت التشكيلة دي والتوليفة دي عملة تروحوا تيجي يعني غيرنا حوالي أربع مدربين في الفترة دي بالإضافة اللي هم اللي اشتغلوا يعني إحنا جايا جانا لحنا جانا أربع مدربين في السنة الأخرين لا كان فيه بوب برادلي اللي هو جاه وبعدين فيه جي كوبر وبعدين جي فيه بعد كوبر جي كابتن حسن بدري وجي كابتن إهاب جلال وبعدين جي كارلس كروش وبعدين بيتوريا فطبعا تغيير المدربين بيغير فكرة اختيار اللاعبين فالفرقة ما بتزبقتش فشخصية المنتخب ما ظاهرتش حتى في النسختين اللي وصلنا فيه من النهائي بدأت تظهر مع كروش بدأت تظهر مع كروش مع كروش في النسخة النهائية وكوبر في النهائية اللي احنا رفاقها كاس العالم لكن الحالة دي اللي احنا موجودين فيها هي أحسن حالة لما بعد 20 عشر هل فيه عامل معينة يعني في النسخة أنا طبعا ما حضرتش في مقدارش أحكم يعني على 57 و 59 لكن من أول 86 كان مايكل سميس أعتقد هو مدير فاني كان مايكل سميس 98 كابتن جوهري يا الله يرحمه 6 و 18 كابتن حسن شحاته هل فيه عامل معينة مشتركة تقدم تراعن عليها أو تحطها كده الأولويات كانت سبب في تحقيق مصر الألقاب دي ولا كل بطولة كان لها السيناري مختلفة أساسا يعني هو فيه 6 و 18 و 10 معروفة ليه 6 و 18 و 10 كان النادي الأهلي في الفترة دي بيكسب كل البطولات وكان عنده سكواد أو قوام لعيبة متميزين جدا أحسن قوام جيه في الفترة دي كانوا عند النادي الأهلي وبالتالي نادي الأهلي كانت البطولة دي دايما تقام في شهر يناير وبطولة نهائي إفريقيا كان دايما يقام في شهر دسمبر فأنت لعيبة النادي الأهلي بتتحضر وبتلعب وبتكسب البطولة في شهر دسمبر تاخدهم إنت بقى من شهر 12 تلعب بيهم شهر واحد هم هم نفس اللعيبة فالنادي الأهلي كان فيه بيبقى عشرة في المنتخب 8 أساسيين منهم بيجي واحد مثلا أو 2 من الزمالك زائد 2-3 من اللي ما كانش فيه صلاح بيجوا من اللي هم زدان والكده اللي هم جايين من الخارج بالاحترار ايوة بس بعد كده ما كانش فيه فقوام فرقة التسعة يعني بطولة 6 والثمانية وعشرة ترجع لي مش عايزانا أقولها المتحيز وده النادي الأهلي وكده ده حقيقة امسكوا الأسماء اللعيبة اللي كانت بتلعب في الفترة دي في التلعب بطولات ونتكلم فيهم يعني مثلا ما فيش يعني على الأقل سبعة أساسيين مع بعض من الأهل تمانية والثلاثة بتغيروا فواحد من إسماعيلي وواحد من اثنين من زمالك اللي هم محترفين بس ما كانش في حد ما كانش زير الوقت فالفرقة كانت بتيجي وظروف الفرقة ايه؟ انها بتنتهي في ديسمبر وهم في الأجندة بتاعت المسابعات نفسها بتبدأ بطولة أفريقيا واللعيبة بتاعتك في الطوب فور الطوب فور ما هتروح انت على طول على النهائي في شهر يناير خلاص هتلعب لازم تكسبها فده اللي حصل في التالي بطولات الظروف مشابهة في النسخة اللي جاية شوية؟ يعني حتى لو كنت بتكلم عبطوط أفريقيا بس لعيبة الأهلي مثلا وده ده ده في نقطة مش عاوزين ده لا يقدل من حسن شهاتها طبعا أكيد انا اذا كنت بتكلم على القوام اللعيبة ما بتكلمش على المدربين يعني اللعيبة جاهزة كده فإذا هو إزاي يستغل القوام ما هو فيه المدرب يمسكهم وما يعملش بيهم حاجة فالكلام ده اللي هي كتقام منو الجزية فمنو الجزية بيقدمه كان رابط مع حسن شهاتي فحسن شهاتي كان عنده القدرة ان هو بياخد اللعيبة دي وبيحتضنها ويربطها ويكمل بيها بطولاته حتى لانه خلل من حسن شهاتي أصعب بطولة من وجهة نظرك حقق منتخب مصر في بطولاته الأفريقية في الثلاثة دول لا في الخمسة من ستة وتمانين تمانية وتسعين وستة وتمانية وعشر طبعا هي نقدر نقول تمانية وتسعين تمانية وتسعين كانت صعبة جدا يعني الكابتن جواري حتى لما هو كان مسافر بقولك يعني ايه احنا بعيد احنا بعيد وبعدين يليها الفين وستة رغب انها كتت على أردنة على أردنة عشان كده كتت على أردنة صعبة ثم ستة وتمانين اللي احنا أول ماتش خسرناه وبعد كده كسبنا وكده ثم 2008 و2010 كنا نقفين على رجلينا كنا فيه قوام وفيه كان سكواد وكان فيه نظام وفيه نجاحات والنجاحات النجاح بيقدي إلى النجاح شايف مشوار فيتوريا مع منتخب مصر من أول ما تولى للمسئولية لغاية ما هيبدأ يعني طبعا فاضل له مباراة أو جولة أخيرة جولة تحضيرية مع تنزانيا بكرة هكلمك فيها شوية إيه المطلوب منها لكن شايف المشوار قدر يحط فكره أو يحط بصمته على منتخب مصر لا لا هو قدر وبعدين هو هادي وبعدين المدرسة البرتغالية اللي هي أقرب حاجة لللعب المصري يعني زي المصريين وبالتالي فهم قريبين من بعض سواء فيتوريا أو الفرقة وقدر يلم وهو طالع بهدوء وبتركيز لغاية ما وصل يعني هو وصل دلوقتي لأنه راحت بطولة وبعض الكلام اللي كان بيقوله على اختيارات اللاعبين وليه خد ده وما خدش ده وكده فيه زي ما بتقول عدلت السماء حلت له مشاكل حلت السماء حلت له مشاكل ياسر إبراهيم تحديد اللي هي خصوصا بتاعت ياسر لأن ياسر ده مهم جدا جدا مش عشان هو ياسر ياسر أكتر واحدة بجنب عببنام ياسر وفيه إحجازي وإحجازي جاي من إصابة فالإصابة دي مش عايزة تضغط عليه سبع مباريات هتقول لهم هتلعبوا سبع مباريات أقول لك آه ما هو هتلعب على النهائي إن شاء الله إما بتلعب نهائي هتلعب سبع مباريات إن شاء الله تلاتة في التصويرات واتنين هكلمك على مشوار مصر في البطولة هكلمك على الفرق اللي رايح هتنفس علاقة بإذن الله مع المنتخب المصري وهي أكلمك على مطش تنزانيا بكرة مباراة تنزانيا ردية إيه أكتر استفادة بيطمح روي فيتوريا في تحقيقها من مواجهة تنزانيا المباراة اللي هتلعب بكرة على سيد القاهرة الساعة 6 كل الكلام مع كابتن كبير فاتح النصير معنا في السادسة لكن بعد الفاصل بتهدي كل جمهور الكرة في مصر مستني لقاءة تنزانيا بكرة عشان يتطمن على شكل المنتخب قبل ما يبدأ إن شاء الله أول لقاءته الرسمية في بطولة طام أفريقيا يوم الأحد القادم أو بعد القادم يعني بعد مش بكرة اللي بعده أمام موزنبيق إيه الأهداف اللي بيسعر روي فيتوريا لتحقيقها ممكن على فكرة تيكتيكيا فنيا اختيارات تكون يعني مختلفة تماما عن أهداف الجمهور لكن خلينا نتفق إنها تجربة بالتأكيد هتكون مفيدة لروي فيتوريا نسمع رأي كابتن فتح نصير ضفنا النهاردة في السادسة إيه اللي مطلوب من فيتوريا أو إيه الأهداف اللي بيسعى فيتوريا لتحقيقها في ماتش بكرة كابتن فتحي وهل تعتقد إنه هيراهن على الطريقة والأسماء اللي هيبدأ بيها مشواره في أمام أفريقيا هو عادة أي مباراة بيلعبها قبل بطولة زي دي بيطمئن على سلامة لعبته الموجود السكوارد اللي عنده والفكر اللي عنده هو طبعا في تصوره فرقة 11 حيبدأ يغير في 3-4 يعملهم فحيبدأ بيه المجموعة اللي ممكن يبدأ بيها السلام عشان يبدأ إن دولة سلام وهينفزونه نقطة تانية خططية بيشوف إنه هو أنا أسلوب لعب حيلعب به طريقة اللعب وخطة اللعب اللي هو حيلعبها مش إن أنا بلعب بها مع تنزانيا لا إلا أنا حالعب بها مع موزنبيق ما بيهموش بقى الفرق اللي قدامه دي إيه هو حيلعب والتاني يغير نمرى ثلاثة إنه بيهيئ اللعبة بفانيلة المنتخب ويقربهم وبعض والعين تقرب لفانيلة المنتخب يعني بعد هم جايين لعبة منتخب من بفكر مختلف واللي جاي من أوروبا واللي جاي من أسيا واللي جاي من هنا بكل الكلام ده كله عايز يقربهم فعايز العين يربط العين بالمخ والجهاز العصبي يعني من ضمن الإعداد النفسي للفرق لأول مرة بشوف أنه يعني لما نبص للتشكيلة والأسماء اللي موجودة مع روي فيتوريا اللي رايح على كود ديفوار إن شاء الله يوم تسعة وبص لشكل المنتخب في آخر نسخة من نسخ الكان اللي كان موجود مع كارلس كيروش مفيش اختلاف كبير أوي يعني تقريبا هي نفس التشكيلة تقريبا هي نفس الأسماء بنسبة 95% يبقى فيه إسماء أو اتنين لكن التشكيلة نفسها فكرة إن المنتخب ده كان لسه في آخر نسخة واصل وكانت الروح والشخصية اللي كنت بأكلم حداك عليها قبل الفصل كانت واضح قوي في النسخة الأخيرة لبطولة الكان بالزبط إزاي يبني فيتوريا على ده يعني إزاي يكمل عدد أنا بقول إنه ما حستش فوالة مرة مش قابل حك تتفي برضو معي لا فوالة مرة من بعد 2010 إن المنتخب رايح قريب من تحقيق اللقب زي النسخة اللي احنا رحيناها في كوديفور مرات لأن الفرقة دي العين استريحت لها وشافتها كتير بنفس التشكيل ده أيام كروش فيه حاجات فهم ما كانش متوقع وده لاعب ما كانش ممكن يلعب يخش في الحصار فدلوقتي أصبحت يعني مثلا لما بص ألاقي في خط الضار ألاقي عبد منعم وحجازي عبد منعم كان بعيد وما كانش موجود وما كانش في الصورة أصبح دلوقتي أساسي صحيح فإذن ده جزء حجازي عبد المنعم شارك في بطولة أمم أفريقيا اللي فاتش شارك بس استدعاء أيوة بس يعني ما كانش عليه ما دلنا بقول عليه العين مش عليه يعني لكن دلوقتي الناس كلها عارفة عام منهم مين عام منهم عارفة مين حجازي عارفة مين فتوح وممكن تقول لي أما فتوح بقاله مدى ما بيلعبش بس فتوح من نوع الفوتبولر اللي هو لعيب لعيب الكورة غير لعيب البدني ممكن بدني مش هيقدر يكمل ممكن فيقدر يستبداله بعد كده في نهاية مباراة أو يريحه في مطش أو لازم يبدأ به يعني لازم يبدأ به يعني أنت شايف أنه الحداشر الحداشر اللي حطيتهم فيتوريا في دماغه واضحين أو حاسمين أما كانهم أما هم هم دلوقتي يعني الشناوي الحمد لله سليم وكان عنده إجهاد وليس عنده إصابة فرق بالإجهاد والإصابة إجهاد يعني أنا مرهق وما نش قادر ومكسل لكن ما عنديش إصابة العذرة سليمة والياف سليمة وكل حاجة سليمة بتريح فالنغمة العضلية بترجع الوضعات طيب لرجله فاتوح وحجازي وهاني وعجمل التأدير لحجازي طبعا نجم كبير ورمانة ميزان وققت جوه الملعب وبرا الملعب بس هو سؤال يعني كرة وبحث متقلقش شوية من حجازي السنة اللي فاتت طبعا ثلاث ماتشات بس بقاله سنة ملعبش لو عامل رباط صليبي بس هو لعب مع متحاد جدة دي ماتشات قوية يعني بس برضو نقدر نقول ان فعلا لسه حجازي مش في الطوف فارب بتاع مش في الطوف لكن كخبرة وكأداة وكقائد في الملعب نقول عليها الطوف الحاجات دي هتعوضوا لكن يعني هو حجازي هو موجود لكن ندعو الله انه يبقى يظل سليم ويكمل ويقدر ومبدأين دويته حجازي ومنعم لو الاتنين توب فورم انت يعني عندك خط قلب فع حديدي يعني وبعدين فتوح احنا شفناها في اخر ماتش اللي هو كان جزائر فبرضو كانت لعبت في الاماراض فتوح برضو امدمج مع الفرق وعمل البطورة بتاعت سنغال هيلة بصراحة في البطورة القديمة اللي هي نصح الأخير لأنا نتكلم في اخر حاجة يعني لأنه كان توقف شوية وهاني فيه طبعا امام عشور موجود فيه النني موجود الاصراع اكتر فين في خط النص يعني ملامح خط النص هي ممكن يبقى فيها شوية حيرة حيبق عنده الفرق اللي قدامي عايزة ايه انا هنزله على حسب ما هو يعني هنا هتجيله حتة الاختيارات مش حاجات مفروضة علي موزنبيق غير غانة غير راسل ايه يعني الفرق اللي قدامي انا هلعبها ازاي فاذا كان امام وعنده مروان وعنده مهند لاشين احمد سيد زيزو يعني نني يعني وبعدين قدام برضه صورة واضحة سواء صلاح او مصطفى او تريزي جي يعني الحتة اللي قدام دي عنده لعبة كتير يلعب في عنده عمر بربوش يعني كذا واحد في الحتة دي اللي ورا مش هبقى فيها هزار كتير لكن في عنده حتتين اللي بنقول عليهم حتة الباك الشمال اللي هو فتح فيه وحتة حجازي اللي هتبقى اقل في حتة برا الشغل الفني مع لعيب زي امام عشور مع لعيب زي ياسر ابراهيم شايف انه فيتوريا لازم يشتغل عليها كهربا محتاج فيتوريا انه يشتغل لها شوية لا يعني هم دورت عندهم يعني خبرة وفي ربط بينه وبين اللعيبة هم مش جدا على اللعيبة فسهل انهم حيربطوا معهم بس سبعا يمكن فيتوريا حيختار منهم او حيطلب بينهم مواجبات تانية شايف عندهم امكانيات فحيطلب منهم حاجات ما كانوش بيعملوها نسبة لبتوريا هي شيء من التوفيق بس خصوصا في أول مباراة والفرقة تمشي حيقدر يغير وبحدود وبعقلانية احمد جمعيتنا من وجهة نظرك سهلة كابتن فتحي اه مفروض يعني ولا 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 فيها خطورة لا فرقة بتلعب على بطولة فدي مفروض انا اول وتاني وفي نقطة لو طالعنا اول هنروح ولو رحنا تاني هنروح فين يعني احنا اول لو طالعنا اول في مجموعاتنا هنقابل النحى التانية سهل عجل لو طالعنا تاني هنقابل المغرب مش هنقابل على طول يعني في طريقنا في سكتنا في طريقنا حيبقى مغرب او في طريقنا سهل عجل فطبعا قبل النهاية اللي يبحث عن البطولة كابتن فتحي لازم يحط احنا على فكرة بالمناسبة مشوار منتخب مصر في البطولة الأخيرة دي لعبنا كل كبار القر لعبنا مع نيجيريا صحيح مطش وحش قوي في البدايات لعبنا مع المغرب واحدة من أجمل مطشوات المنتخب لمصر يمكن في العشر سنين الأخيرة يعني شفت فيها شخصية منتخب مصر وقدرنا نكسة بالمغرب يعني العقبة الواحدة بيسة جدا وكثرة قالت ترجيح مغرب يعني السنفات غير مغرب دلوقتي مغرب دلوقتي جاية مسلحة برابع العالم يعني جاية عندها طموحات تانية وعندها خبرات تانية مين هي نفس على اللقب من وجهة نظر الكابتن فتح مين المنتخبات اللي شايفها هي المنتخبات اللي أقوى على الساحة في البطولة بطولة أفريقيا مصر ساحة العاج المغرب وممكن السنغال يعني مصر ساحة العاج المغرب بس للأسف سبعات الجزائر لا يعني الجزائر مش هتخش معهم يعني متخش في المربع للأسف إن مصر هتقابل واحدة من دول فحد فيهم يطلع يعني هتطلع لإما السنغال عاصلي هنطلع من مغرب أو المغرب والفريقين دولت مسهلين يعني وبعدين يعني بالنسبة لنا يعني هو ده اللي حيبقى نهائي مبكر إنك هتلعبه اللعيبة اللي سنة سنة أولى أمم أفريقيا واللعيبة أصحاب الخبرة في أمم أفريقيا أدوارهم أو شايف البطوة دي بالنسبة لهم إزاي لا أنا شايف إن معظم اللعيبة يعني مفيش سنة أولى لا يعني إمام مثلا لا شاركش غير لعب لا لعب مع كيروش ده لعب ولعب باك ولعب وسط ولعب مع كيروش يعني ما كانش أساسي قوي يعني ما كانش أساسي عبد المنعم ما كانش أساسي برضو يعني قبل البطولة دي سنة أولى كان لو هو أول مرة يلعب أفريقيا أول مرة يشارك فأنا شايف إن الموجودين كلهم عندهم خبرات كلهم لعب أفريقيا يعني خط التلاتة اللي قدام مصطفى أو صلاح أو نقول تلزيجية ومرموش وعمر مرموش التلاتة وكهربا كلها تلعب أفريقيا اللي هم المهاجمين كوكا لعب أفريقيا وسط الملعب لو قلنا إحنا قلنا ثلاثة ومعهم زيز ومعهم حمدي يعني برضو كلهم لعب أفريقيا يعني أنا شايف خبرات في أفريقيا كلها موجودة أعتقد هاني ما شاركش في النسخة الأخيرة كانت اختيارات أكرم توفيق وعمر كمال أحمد سامي من بيرامد السندي أول سنة برضو أحمد حمدي مروان عطية كل دول لا مروان عطية سنة أولى مروان عطية سنة أولى سنة أولى منتخب يعني لكنه أخذ أحسن لعب في كاس عالم فدي بتدمجه وكاس العالم بتقربه أنه هو يكون موجود في وسط المجموعة دي يعني أنا شايف أن الفرقة كلها قوامها واختياراتها وتأثيرها عندهم عندهم الخبرة وعندهم الحس وعندهم الدفعة المعنوية اللي خدوها النهاردة السبت ومبارح الجمعة في الناس اللي كانوا معهم أبطال مصر في الألعاب الفردية ثم وجود ستراز معهم النهاردة دي كلها عوامل معنوية ودوافع بتديهم وبتديهم إحساس بأهميتهم وبترفع عليهم وبتديهم دفع أكتر غير البطولة إنه هو بيقول لهم يعني إن شاء الله ما ترجعوا مهما كان أنت دي بتديك تحسنك براحة لك ولجهازك وللمدرب وللعيبة وللعملين وكل بقية الجهاز أنا بشوف إن في أسماء كمان في الجيل ده تستحق إن يبقى عندها في تاريخها وفي رصدها بطولة أفريقيا صح؟ أكيد أكيد خلينا نتكلم أكتر ونسمع تفاصيل أكتر ويهمني كمان أنا يعني بشوف إنه يعني زي ما بقول مثلا في الأهلي دايما إنه جمهينا دي الأهلي البطر رقم واحد بشوف إنه جماهير الكرة في مصر على مدار مشوار المنتخب مصري وكل نجاحاته في الفترة اللي جاية مش بس في يوم المطش أو مش بس في المدرجات على سوشال ميديا ووسائل الإعلام أعتقد لها دور كبيرة جدا كل البرامج وكل وسائل الإعلام الرياضي أعتقد لها دور كبيرة جدا حسب ع رأي كابتن فتحي نصير لكن بعد فاصل أخير فإيه لحظة من اللحظات لو عشت يعني قبل كده ذكر تحقيق أنت أكيد لو عندك أكتر من 15-16 سنة لمحت كده آخر بطولة حققها لقب حقق منتخب مصر لقب بطولة أفريقيا حالة الفرحة والسعادة اللي كان بتبقى عند جميل كل يعني كل حاجة بتدوب كل حاجة بتتنسي العصبية يعني التنشنة المنتخب مصر دايما هو الأرضية المشتركة اللي بيقف عليها كل جمهور الكرة في مصر ومش هبالغ لو قلت الشعب المصري كله حتى الناس اللي ما بتشوفش ولا بتتفرج ولا بتشجع أي نادي في مصر حالة التوحد دي أنا الحقيقة مفتقدة جدا قبل البطولة دي وعارف إنه ممكن يكون فيها أسباب منطقية أو يعني البعض ممكن يبقى ليه أسبابه ممكن يبقى زعلان من المنتخب ممكن يبقى حاسس المنتخب بقاله كتير ما فرحناش ممكن يبقى ليه أسباب تانية كتير لكن هي بالنسبة لي في النهاية أعتقد يعني مش إحنا كمصريين أنا أتمنى الحقيقة في الأسبوع اللي فاضل قبل انطلاق البطولة ده أشوف حالة التوحد تاني وراء منتخب مصري وخلينا أسأل عن دور الجمهور دور الإعلامة يا كابتن فتحي في قصة يعني بتهايلي عشنا سنين طويلة جدا ما شفناش أي لحظة فيها غاب الدعم والمساندة من كل المصريين لمنتخب بلادهم حاسس إن القصة دي بتتكرر ولا حاسس إن المرة دي لحكاية مختلفة لا هي بتتكرر رغم إن إحنا الفترة اللي فاتت كان فيه عزوف عن حضور ماتشات المنتخب حتى حضور ماتشات الأندية إلا زكاة البطولات القرية يعني بطولات اللي فيها أفريقيا بطولات عالمية كاسعالم أما الماتشات المحلية والكلام ده لا بس أنا شايف إن دوافع الجمهور اللي حصل لمنتخب مصر مبارح والنهاردة من القيادة السياسية ومن المسؤولين ومن كده دي هتدي دافع وبتصحي الشعور الوطني والإحساس الوطني اللعيبة إنهم يبقوا موجود فهيتلموا دلوقتي بدأنا فعلا يعني تحس أول ما بتقرب الأمور فإن شاء الله كله بيتلم طبعا إحنا الفترة اللي فاتت فيه حاجات كتير كانت وغدانة عن البطولة وعن الكورة والأوضاع اللي بتحصل في العالم وغزة وما فيها والحاجات دي كلها واخدى جزء مش واخدى كل الناس واخدى جزء من الجمهور لكن دلوقتي الجمهور أكيد إن شاء الله بأمر الله حيجمع تاني وحيلاقي نفسه وبعدين إحنا شعب وقت الشدة فإحنا هي دي شدة بقى إن إحنا عاوزين نعملها عاوزين الكاس وشايفين إن إحنا عندنا مجموعة لعيبة قدرة إنها ترجع بكاس أفريقيا خبرات فيتوريا في أفريقيا ممكن تبقى مقلقة بالنسبة لك شوية يعني كارلوس كيروش مثلا لما جيه أو حتى هيكتور كوبر من قبله على سبيل المثال كان عندهم خبرات مع مدنس كتير جدا في مختلفة الحالة كان كارلوس يشتغل مع جنوب أفريقيا واشتغل مع إيران واشتغل مع إيران أه لا يعني كأفريقيا اشتغل مع إفريقيا مع المغرب واشتغل مع جنوب أفريقيا فيتوريا خلاص شاف الماتشات وشاف متشات الأهلي وشاف متشات الزمالك في إفريقيا وماتشات البيرميدز وفيونش كل المجموعة دي شافهم وشاف الكرة الإفريقية فقرب منها والماتشاة اللي هو لعبها كمان قربت منه وسافر ما خدش اختبار صعب أولا كابتن لا ما فيش اختبار صعب بس شاف شاف الأجواء هو دلوقتي عايز أصد مخ يعني مدرب أصد مدرب الكافة دايماً بتميل مش تقالين من فيتوريا أنا واحد من المتحمسين ليه جداً وخصان بدايته كان طيبة جداً يعني حقيقي بقالي سنين ما شفتش منتخب مصر لا مع مدرب وطني ولا مع مدرب أجنبي بيقدم كرة دي وشفت له مطشات كتير حقيقة حسستني أنه منتخب مصر رجع من تاني قوة عظمة في القرى السمراء لكن في النهاية الكلام على أنه لم يتعرض فيتوريا لاختبار حقيقي وأنه ده أول اختبارات فيتوريا شايف ده ازاي سواء تصفيات أو سواء مطشات ودية أو مطش بلجيكا واحد من أروع المطشات اللي قدمها منتخب مصر مطش الجزائر واحد من أهم وأصعب المطشات اللي خدها فيتوريا مطشات قوية دي الجزائر وتونس قلنا التوقيت بتاعها لكن الجزائر هو مدرب فاهم وعارف وحافظ لعبته وعارف يطلع منها إيه وإن شاء الله أنا متفقلين خير لازم لازم حنوصل المربع الأجنبي يوجد صعوبة في التعامل مع اللعب المصري يعني دائما نجحتنا مع مدربين وطنيين دائما منتخب مصر ممكن بيجد صعوبة بس زي بقولك البرتغالي قريب من المصري من التركيبة المصري يعني شوفنا من وجزيه لما جايه وعاش إزاي مع الناد الأهلي فالبرتغالي قريب من اللعب المصري البرتغالي هو موجود يعني هيقدر إن شاء الله بس أنا واثق إن شاء الله بأمر الله إن إحنا نخش المربع الزهبي إن شاء الله بإذن الله لازم يعني دي أكيدة لأن وانس إن إحنا وصلنا المربع الزهبي بقيت في النهائي الزكريات وخبرات الماضي أكيد سيكون سلاح لك في الحاضر والمستقبل بإذن الله إن شاء الله كهربا معنا في الصورة واحد من النجوم اللي يعني اللي يتراهن عليها واحد ممكن بفتكر دايما يعني طبعا مش مقارنة لكن بفتكر مثلا إن حمد ناجي جده في البطولات أفريقيا 2008 كان واحد من أهم الأوراق الربحة لتشكيلة حسن شحاتة وبقى هداف البطولة 2008 كانت في غانا البطولة دي فطبعا يعني ما قلتش أنا بقول كل المجموعة لا أنا كم أستاذ إنه جديد على فيتوريا يعني يعني فيتوريا مع صلاح مع مرموش مع تريزيجي أبا كان مع الخط الهجوم منتخب مصر مع مصطفى محمد لعبة قريبة من دماغ الرجل وقريبة من فاهمين طريق تعمل وتفكيره أشاف مباراة الأهل كتير يعني هو كان بيتفرق في الملعب لمباراة الناد للأهل كتير والمدرب بيحس باللاعب وبشوف الملعب وبيتخيلوا هم قبل ما يختاروا يقول لك أنا حاجة هلعبوا فين وما كان مين وكده فهو مش يعني ممكن نقول إنه هو ما اشتغلش معاه وما قربش منه لكن لكن الشكل بتاعه مش غريب عليه فسهل إنه هو وبعدين كهرباء أصبح دلوقتي من اللعب الملتزمين جدا 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 في الناد الأهلي وفي منتخب مصر غير ما بدأ زمان لا أقصد دايما إنه في البطولة مثلا في بطولة بيتولد معان جمهة يعني في بطولة بتشهد ميلاد نجم مع منتخب مصر أو نجم للبطولة كلها مش بتكلم علينا النجمة عندنا هنا في مصر يبقى نجم البطولة نفسها هو أحد النجوم للأسف نصيب يعني أنا كنت بطاقة لكوكا أه 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 يعني كنت متخيل له إن في هذه البطولة نجمه حيالها لكن قدر الله ومشاء الله فعل بمناسبة يعني بما إنه أعرب حاجة بالنسبة لك تكسل عالم فأنا بتهالي إنه كان اكتشاف كنا عارفين من قبل ما يروح إنه العيب كويس لكن كان اكتشاف في البطولة كوكا مثلا قدر أقول عليه خرجنا من البطولة دي بنجم كبير اسمه كوكا ياسر بأداءه ربنا أنصفه الحقيقة بدخوله قائمة المنتخب مرة ثانية واحد كان من نجوم البطولة وكان بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا إنه ما يتمش اختياره من الأول لكن الحمد لله هو تم اختياره إمام ومراوان بالمناسبة كمان مراوان برضو حكا يعني المجموعة البطولات الكبيرة دي يعني بتظهر وبيتولد فيها نجوم ما كانتش موجودة عصورة فإن شاء الله بإذن الله أنا إمام عشور كمان بصراحة كان واحد من نجوم بطولة كاسل عالم لا هو دلوقتي بدأ ومراوان مرة خد ما نودمتش وإمام مرة خد ما نودمتش بالزبط رجل مبارا فدي برضو حاجة مش قليلة وعجبني في مراوان حاجة كابتن فاتح إنه لم نفسه بسرعة لأنه جات له فترة حصل له دروب كده ومفهوم طبعا وكان طبيعي ومنطقي ظروف الخاصة اللي مر بيها أكيد طبعا تأثر على أي حد في الدنيا لكن عجبني فيه إنه هو قدر يتخطى ده ويدوس على نفسه ويرجع تاني مراوان كان يعني أكيد كان قنبلة السيزن اللي فات مع النادي الآن مين من نسبلك ممكن يكون حسان أسود في بطولة أمم أفريقي أو منتخب شايفه دايما كل سنة كده بتطلع دولة أو منتخب ما يكونش داخل في الحسابات لكن بنوه عليه مفاجأة أو حسان أسود في البطولة فيه كتير يعني ما نقدرش نحدد واحد يعني أسل القمم اللي هو يعني مصر المغرب الجزاير دول منطقي تونس غانا كاميرون ساحل العاج بوركينا كل دولة فرق كبيرة يعني اللي بين ما تخيلش من الفرق اللي هي صغيرة يعني أنها تطلع تنط على الناس دي في الفترة دي يعني معرفش حاسس كده البطولة دي مش هبقالها يعني مفاجأات نعم كبار خصان أسود يعني كبار حيسيطروا على المجموعات مين أعرف فيها للتقاهر مصر وغانا مصر وغانا شايف غانا هي المنافس الرئيسي المصر في المجموع لأن الماضي بتاعها سجيل ده يعني يختلف شوية عن البلاك ستارز اللي احنا عارفينهم لا طبعا يختلف كلياتا يعني مش هيبقى في مستوى الماضي لكن عنده خبرات الماضي اللي ممكن تخليه يخش يعني مع يعني حيلعب موزنبيق و وراس الأخضر حيلعب الكفر الرأس الأخضر فطبعا مش هم دولة اللي ممكن يكفر أقرب حاجة أكتر من موزنبيق كمان كفر دي شايفها قريبة أقرب من موزنبيق يعني موزنبيق انت عارف أنها برتغالية يعني كلمة برتغالي ودي البلد بتاعة كارلوس كروش اللي اتولد فيها موزنبيق هو أصلا من موزنبيق هو أصلا من موزنبيق موزنبيق واتولد وراحوا بعد كده اسبانيا انت بتحضر كابتن فاتحي مع الاتحاد الدولي مع الاتحاد الأفريقي دول ناطقة بالعربية ودول ناطقة بالإنجليزية أكيد متابع أنه في تطور أنا بشوف الحقيقة أنه في دول كتير جدا في أفريقيا ما كانتش موجودة على الخريطة عملت نقلة أو عملت طفرة كبيرة جدا بالضبط عملت نقلة لأن في لعبة من عندهم كتير احترفوا بره ما أفروش على نفسهم تلاقي البلد يقول لك لا دي البلد صغيرة 83-84 مليون وعمل فرقة كويسة لا هي مش عاملة بالدوري الموزنبيقي أو بالدوري داك المساة بتاع بوركين المحل الدوري الخارجي هو اللي بيصنع لهم اللعبة دي فبيجوا يلعبوا بيها عشان كده تلاقي الفرق عالية جدا في الفرق هو إحنا ليه ما عندناش بنوجة نظرك يعني عدد محترفين يليق لا بتاريخنا ولا بإمكانياتنا إحنا بنغالف الأسعار هم بيغالوش يعني إحنا أسعار اللعبة أي لاعب يعني أديك مثل يعني محمود جاد اللي هو كان حارس مرمى المصري وكان أبا كده أمبي يعني جالوا بره وجات لهم جنتره وجالوا فريق أول وجالوا المطور للدور الإنجليزي عادنا بقى على شوية مبالغ مبالغ إيه ما أنت حتأخذها في إعادة البيع وتأخذها في استقامة المقاولين الغد الوقت بيأخذ من من صلاح وبيأخذ من النني لأنه وبحهم وعمالهم وكده كل سنة وكل ما يجيب أرقام هناك بيأخذ منهم المقاولين بيأخذ من طاهر محمد طاهر النادي الأهل بيدفع له كل بطولة يعني ما بيأخذ بطولة زي ما أخذنا أي بطولة من بطولات دي النادي الأهل بيدفع للمقاولين لأن الكاتب في العقدة بتاعه أي بطولة هيأخذ منها كذا أي بطولة فالعمال بيأخذ طبعا الكلام ده بيأخذ لكن هي دي العقود كده طبعا هو كان مفروض يعني يتنازلوا شوية عن السعر بدلا مع تقليل مع احترامي النادي المصري بس دي كان هيتلع بره أنا بدي مثل إن إحنا ليه إن إحنا بنتغالى في أسعار اللعيبة اللي هي عتسافة بره لو كابتن فاتحي موجود مع كبات المنتخب مصر دلوقتي اللعيبة أصحاب الخبرات أحمد شناوي أحمد حجازي أحمد صلاح ليه تقريبا أكبر لعيبة دلوقتي كبات المنتخب يعني الشناوي وحجازي وصلاح والنني الأربعة دولت جيل واحد كاس عالم عشرين 2011 اللي كان في كولومبيا كان برضو من ضمن المجموعة اللعيبة الصغيرة وترزيجية فإذن دولت من المجموعة الصغيرة اللي كانوا جيل يعني تخيل بقى جيل واحد طلع ألترك عليهم أربعة لعيبة دول كبات المنتخب مصر لو بتقول لهم كلمة نصيحة رسالة نيابة عن جماهير الكرة في مصر النهاردة هم حسوا القيادة السياسية جاءت لهم وعملت لهم إيه حسوا أن سيطرة رسالة مجالهم حسوا بالنماذج أو اللعيبة الفرديين اللي كانوا في الألعاب الفردية حسين أكيد هم بمصر حسين بنفسهم عاوزين يرجعوا الأماكن اللي هم فيها محترفين فيها وهم رفعين رسالهم وعملين حاجة كبيرة لأنه سايبين الأندية بتاعتهم لأن الدوري هناك شغال في الأندية دي في جلترة أو في توكية أو كده فمثل معنى كده أن أنا سبت عشان أعمل إنجاز تاني في مجال تاني لبلدي زي ما أعمل في النادي بتاعي كل التوفيق لروي فيتوريا هنتابع معكم لحظة بلحظة طبعا لغاية لما يبدأ مشوار المنتخب في البطولة يوم الحد 14 أمام موزنبيق ونشوف بكرا إن شاء الله تجربة هتكون مهمة نتمنى الحقيقة يظهر فيها المنتخب بشكل يطمن جماهيره ويأكد على فكرة التلاحهم جماهير الكرة المصرية في مسامدة منتخبهم حتى ما قبل انتلاق البطولة يوم الحد الجاي بالنسبة لنا إحنا طبعا البطولة هتنطلق رسميا يوم السبت مبارات الافتتاح لكن بالنسبة للمشوار المنتخب مصري يوم 14 في مواجهة موزنبيق كل التمانيات الحقيقة لمنتخبنا إن شاء الله ببطولة نكحة أشكرا لك كابتن فتحي شرفتنا وأسعدتنا ونورتنا كالعادة أنا لسعيد ونتمنى لمصر والمنادي الأهلي ونتمنى لكل لاعب وإن ربنا يوفقه كل مدرب ربنا يوفقه كل مدربنا وجهازنا الفني في منتخب مصر الانتحاد عمل لهم كل الحاجات والدول عمل لهم كل حاجة والباقي على اللعيبة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكرا كابتن فتحي شكرا لكم على المتابعة تحياتي لكم